كشف تحقيق جديد عن وجود معادن سامة في علب التونة المباعة في الدول الأوروبية مما يثير قلقاً كبيراً بشأن الصحة العامة الاختبارات التي أجريت على 150 علبة تم شراؤها في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا أظهرت أن جميعها تحتوي على مستويات من الزئبق وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية الزئبق يعتبر خطراً كبيراً على صحة الإنسان حيث يمكن أن يعيق نمو المخ ويتسبب في تلف الرئة الذي يهدد الحياة كما أنه مرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان أظهر التحقيق أن التونة الملوثة تشكل خطراً هائلاً على الصحة العامة وأكد الباحثون على ضرورة اتخاذ الحكومات إجراءات عاجلة كارين جاكي مارت الرئيسة التنفيذية لمنظمة حقوق المستهلك شددت على أن ما نستهلكه على أطباقنا يعد خطراً لا يؤخذ بجدية كافية دعت منظمة فود واتش ومنظمة بلوم غير الحكومية إلى وضع معيار أوروبي أكثر صرامة لحماية المستهلكين بموجب القانون الحالي للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الحد الأقصى للزئبق في التونة هو 1 ميلي جرام لكل كيلو جرام لكن التحقيق كشف أن 57% من العلب تجاوزت الحد الأدنى المسموح به وهو 0.3 ميلي جرام لكل كيلو جرام إحدى العلب المشترات من باريس احتوت على مستوى قياسي بلغ 3 فاصلة 9 ميلي جرام لكل كيلو جرام وهو أعلى بكثير من الحدود المسموح بها الميثيل الزئبقي وهو مركب سام يتراكم في الحيوانات المفترسة مثل التونة وأسماك القرش بسبب تغذيتها على الأسماك الأصغر هذا التراكم يمثل خطرا صحيا كبيرا لسيما بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال الذين هم أكثر عرضة لتأثيرات الميثيل الزئبقي حثت منظمات بلوم وفود واتش الدول الأوروبية على منع بيع المنتجات التي تتجاوز الحد المسموح به من الزئبق مع استهلاك الأوروبيين لمعدل 2 فاصلة 8 كيلو جرام من التونة سنويا يصبح من الضروري تفعيل بنود الحماية لضمان سلامة المستهلكين